ورده كان فيه مؤتمر هام بيخص قطاع الطاقة في مصر هو معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس عشرين تلاتة وعشرين بيوقت بشكل سنوي نهارد رئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الدورة السادسة من هذا المعرض له أهمية كبيرة زي ما قلنا في كل ما يخص شؤون الطاقة بيتم من خلال مؤتمر كمان بحث أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز خاصة أنه بيشارك فيه عدد كبير من رؤساء التنفيذيين في قطاع الطاقة والبترول والغاز في العالم ده بالإضافة إلى نخبة من وزراء الطاقة وممثلي الحكومات وأمناء كبرى منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين في قطاع الطاقة أهلا وسهلا بيكم في مصر وفي النسخة السادسة للمؤتمر وأتمنى لكم التوفيق وأنا عايز أقولك أن منتدى الغاز لشرق المتوسط والجهد اللي احنا بنعمله مع الشركات شركات البحث والتنقيب هي اللي حتبقى العنصر الحاسم في أن المنتدى يقوم بدوره في تخفيف من آثار الأزمة والطلبة على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة كل ما هيبقى فيه اكتشافات سواء كان في اللبنان زي ما ذكرته أو في إسرائيل أو في مصر أو في أي دولة تانية وهذا الغاز يصل إلى أوروبا هتصور ده هيقلل من حجم الطلب أو حجم الضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية خلينا دي في نقطة تانية واختن بها يعني أنا عايز أقول لأصدقاءنا الشركات الكبيرة والشركات اللي بتعمل في هذا المجال تأثرتم كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية وده أثر على حجم داخل السمارات في مجال يعني الطاقة الأحفرية للبترول والغاز وبالتالي حجم المعروض ما كانش يعني بالمستوى المطلوب وبالتالي لما حصلت الأزمتين سواء الأزمة كوفيد أو الأزمة الروسية الأوكرانية ابتدت الأسعار تبقى زيادة يعني ده معناه أن احنا لا نتأثر كتير بالانطباع ونتعامل مع الواقع وواقع الطلب وواقع نمو الطلب خلال السنوات القادمة شكرا جزيلا شكرا